مجلس النواب ورد اسمه في المكالمة الهاتفية التي كشفت التآمر ضد مملكة البحرين فيما تم اختار المجلس بالرسالة الواردة من الحكومة بخصوص مشروع قانون لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 ورسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر بخصوص مشروع قانون بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية اشتركوا في القناة